نجحت حملة مئة مليون وجبة الأكبر بالمنطقة لطعام طعام خلال شهر رمضان المبارك في عشرين دولة عربية وأسيوية وإفريقية في الأسبوع الأول من انطلاقتها في جمع ما يعادل ثمانية وسبعين مليون وجبة وتحقيق ثمانية وسبعين بالمئة من أهدافها لتوفير مئة مليون وجبة طعام في المجتمعات الأقل دخلا من خلال مساهمة وتبرعات مؤسسية وفردية من مختلف القطاعات وتدفقت التبرعات على حملة مئة مليون وجبة منذ ساعات الأولى التي أعقبت إعلان صاحب السمو شيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبير عه الله إطلاقها بهدف توفير الدعم الغذائي للمحتاجين من الأفراد والأسر المتعففة في عشرين دولة خلال شهر رمضان وبمرور الأسبوع الأول مع من بدء الحملة تجاوز إجمالي تبرعات الواردة لها نصف المساهمات المطلوبة لتوفير تكاليف الطرود الغذائية التي تعادل مئة مليون وجبة طعام للمحتاجين في الدول العشرين التي تغطيها الحملة